اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة 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 الوقت كان دمائد او للفكر دمائد مثلا من 30 سنة الى 50 سنة الى حد كان عايز يكلم حد يعني حد في السعودية عايز يكلم حد في امريكا او يكلم حد اثناء كان يروح بعد المساديس سنترال ويتصل والدمرة ويجيل المكالمة بعد ساعة ونص ساعة ونص مكالمة تقاطع المكالمة وما الى ذلك الوقت انت قاعد نايف السيل بتاعك ممكن تتصل على طريق النيت اي حد او حد قاعد في بلاد الوقت واضي ومالتالي فالموضوع دمت بقى اشترا ده بسعب ايه بسعب التفنولوجيا فبسدار التفنولوجيا هتؤثر على الشريطان اصبح هناك اختلاعات ومواد خاص بالضبط اصبح الوقت فيه التطور تفنولوجيا خلى فيه تفنولوجيا جديدة تظهر سلعة جديدة وفرصة صوفية جديدة ناخد مثال بسيط في اصناع السيارات الناس المهتمة الاولاد المهتمين او الطلاب المهتمين بالسيارات بولا نجيل ضم في البريكس الفرام في السيارات والأي بي اس البي اس دوت نتيجة اختراع او اكشاف اصبح تفنولوجيا الى فكرة منع الانزلات منع الانزلات يعني معنى ان السيارة لما تمسك بريكس فرامل برا واحدة او تمسك فرامل في الغالب النظام القديم قبل ال اي بي اس كانت السيارة لا تستطيعش انها تقف بسرعة ومفي مشتاتها كمان انها لا تقدرش تحكم في اتجاه السيارة يمين او شباك لكن نتيجة اختراع هذا الاتشاف اللي هو ال اي بي اس اصبح ان كنت ممكن تمسك العربية ضقف في مسافة اقصر الحاجة التانية والميلا التانية اللي تستطيع تحكم في السيارة وانت ماشي اختراعك وبالتالي دي اصبحت ميلا نتيجة هذا الاختراع حتى مع علاواتها كمان نتيجة هذا الاتشاف او ما ينزلت اصبح هناك فرص جديدة للسيارات اصبح بقى فيه سيارات ده وضعت الصرع ونعمل قوات سريعة ونعمل قوات سيارة مشاعر بيه يعني انا عندي نظام اي بي اس اللي هو ممكن يتعلم فيه زيادة نسبة الامان بقى فيه اللي انا اقوله لك الوقتي الكلام ده هو مكتوب بسم الله ما شاء الله هو الولاد ده هو مكتوب اقولي يعني طب ما انا هو مكتوب اقول ليه انا بشرح عن سنة يعني مذكرة الانسنة هي المذكرة لكن عشان واضح ان فيدي او ما تحضر معنا واضح دي او ما تحضر معنا فعرف ان احنا بشرح فيه ويقول لي الحقيقات المهمة فيعني ركز بس معنا ان شاء الله فينا واضح الكلام الناس اللي بس او ما تحضر او انها مش عارفة للسيستم معنا يعني ايه تسمع بس وفي اخر محاضرة هيفانهم احنا عايزين بقول ايه تمام طيب تعلم بقى الوقتي ناخد مثال تاني التنوية كان زمان التعامل بالفلوس لا تشكيب اي حاجة ندفع كاشا صح؟ وبعدين عاد مثلا تروح تشتيه شكة للعروسة او او الزوج او العريس راح يدفع مهد فياخد فلوس معها في ايه في محفظة ولا بحاجة ويروح بيها الوقت باسم الله ما شاء الله ممكن تروح تتجوز بالضطاق ماذا؟ ادفع المهد وعندكم المكينة اه كانت خلاص اصبح هنا نتيجة التكنولوجيا اصبح حتى الاجراءات الشراء والامور دي بقت اسهل انت ممكن تشتري اونلاين صح الكلام؟ فإنما ده عمل خلق فرسولية للشركات نتيجة هذه التكنولوجيا نتيجة تستخدم اونلاين صح انا مستحب؟ نتيجة التكنولوجيا الحالة التانية اصبح هناك بعض الصناعات الموجودة في الشركات او الصناعات تكون على الانترنت وعلى التكنولوجيا وعلى الموبايل حتى يقول لي ازاي؟ اقولك زي اوبر وكاين هو اوبر وكاين اوكي تعال بقى نشوف اوبر وكاين اوبر وكاين نتيجة الاختراع موبايل اختراع اختراع تصبح الوقت على تطبيق تعمل على اوبر وكاين وبالتالي يبعث لك المكان وبالتالي وواضح الكلام؟ اذا عامل التكنولوجيا ممكن تؤثر في الامور وطبع نترك اشتراع اشتراع اتراع اتراع هقولك والله البيئة التكنولوجية دي احد عناصر ايه البيئة الداخلية ولا البيئة الخارجية الجزئية ولا البيئة الخارجية كلية وريدوا اجابة الخارجية الكلية ونفس الكلام في البيئة السياسية هل سياسة الدولة وقوانين الدولة ممكن تؤثر على اداء الشركات نعم اا لا نعم كيفا او الكثير وحديث لا العامل السياسية والقوانية دي كلها هي عبر عن ايه عن قوانين في الصفحة التسعة عن القوانين والعيئات والمؤسسات الحكمية التي تؤثر وتقيد عمل الشركات والاشخاص في مجتمع البيئة نعم 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 فضحة بتكتب وراءه بكزيل ولا دايميل دا ما اعلى بالوقت والصوت واضح كميز عشي بس عندي انتهبات بس في الحجرة معلش فاصوته بشوية بعيد فكتش بغلبه دا هو بس كتش المحارزات في البعض فالدهه دا هتحسد انه كده مش مركز باعك قوي انه بصوت واضح فالده السلام علي وسلم صوت واضح فعالوا لبعلي العنصر الثاني اللي هي ايه البيئة الثقافية عشين نبدأ اوضح الناس اللي بتحضر معنا اول مرة الاثاني هو على شكل الاثاني تيضا يعمل الضبط وهي بتغطي حاجات مهمة في المنهج فبالتالي انت مش مطلوب منك اقول لك باعمل الكويز فكذا الكويز بتعمل بانتالي ولا بتعمل المطلوب منك انه كده بس المطلوب منك انه كده واحدة واحدة ان شاء الله خطي فقال ام 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 تعالوا با نشوف العامل السادر تاعم كده الله بسهل محمد اللي هو البيئة اليه البيئة الثقافية البيئة الثقافية البيئة الثقافية تعني العداد والتقاليم والأزواق والقيم وقواعد السوق أو نمط المعيشة في دولة الله لو جلت العداد والأدواء والقيم في السعودية اللي العداد والقيم والأزواق فيه لبنان ولا إفاق ها هل لديك فرق طبعا لديك فرق طبعا كيف حتى في السعودية لديك مراطق فيها عداد وأزواق غير مراطق يعني مثلا المدر الكبيرة هي المدر الكبيرة اللي هي بعيدة في الأطراف الملاكة مثلا فتلاقي حتى العداد الأسرائية ونمط المعيشة مختلفة كيف رجالي لما جاولك البيئة الثقافية السؤال الأولين البيئة الثقافية هي أحد عداص البيئة الجزئية كلية ولا الجزئية الخارجية الخارجية الجزئية والخارجية كلية الخارجية كلية هذا السؤال أيضا لما أقول لك القوى التي تشمل إدراع القيم والأضواق وقواعد السلوك المجتمع تختار بيئة ثقافية اجتماعية ديمغرافية معلمية تختار بيئة ثقافية وقلطنا الفصل الثالي بيئة البماية تختار التخافية وقالنا على صِرها البئة الداخلية والبيئة الخارجية المعيشة الخارجية جزئية وخارجية كلية وواضح السنة الخارجية جزئية وخارجية كلية والأمور كانت وضحة وسهلة وحديدنا شكل الأسئلة تلي فيها ازاي خلاص وكننا نتكلم اخر حاجة على البيئة التقاطية حتى فيه مثال في المذكرة اللي معاكم هل تقام المعتقرات والعادات وانسى على سلوك الشرائي اه انت لكم مثال بسيط كده وانا كنت في المنترى عايز شداد كنت نروح اشتري بتعرض ده على عادات بتاعكنا بتاع العرب ده الكرب والكمية والكلام بالمؤسط برايح اشتري في الراجل بتاع الفاكهة اللي على نصة السكن في الشرع فراجل ده عبوصة لأي الناس اللي بشتري موزة اللي بشتري موزة اللي بشتري موزتين بالكيلو كفاحتين فعادة كل مؤسطة اللي بشتري موزة فالراجل الدين يعني انا الوحيد اللي بطلع معاه الشرع جديدة كده فانهم بعد شهر ولا شهر والنص فالراجل الصحب البحال ده بقولي تمام كلا زي ما الارود بتاعك بقت كدير الوقت بتاع خدوم كمية موزة كبيرة قامل فالارود ده ما يكمل الوقت بقت حتى زي الفرد فالمحسوم يهضر على ولادي يا راجل عبد البرية فاكتشاف طبعا المتعودين هناك الناس بشتري موزة فالجل الصحب البحال بشتري موزة فالتالي فالعادات اللي باشتري موزة فالثالي بشتري موزة بشتري موزة ها هتستيلي ايه؟ والخيش اصحا الوضع ايشتري مثلا فاكه هتشتري ان شاء الله بإذن الله مزايا وصفحية وترجع ده كان ضبطة توضحك في البيت ولا كانت والدك توضحك في البيت ولا كانت والدك يتقلوني تقلق في البيت ولا كانت يبدو التعبط والدك ولا تقول لنا يأكل مزايا هلأحلق عليها يعني ولا نعمانها ايه؟ وبالتالي هنا مخطأ يجبك كارتين اذا هده كان فرق في الكلام التقافية ومالذات حتى في النفس مثلا فيه ها شفت خالب انت جاي كده يعني حاجة طورك من البيت ثمك انت ايه؟ وبالتالي هنا تكون شغل ايه؟ مثلا اول تدلسك شغل كده وطلح يقول لها موزة وانا تنفاها هتكون شغل من البيت طيب وبالتالي كده فرنا يعني ازايد عمل التقافية هتقصر في الشركة هتقصرها تقصر لما يجي هنا نفس الابيع مثلا فاكهة والابيع حتى مصد عصائي هتلاقي فيها عصان احجام كبيرة عشان عائلات مرة مثلاك واحد يبقى زوارة كده ثم التالي العوامل الفقافية واسلوك المجتمع يفرق هنا احنا سلوكنا مخالف احنا نشتري اسم ده واشوالا كميات مثلا كالتونج موز نصها يتهمي نصها يتاكل نصها تزحل علينا الناس صغارين اي حاجة المنظف الاخر تفتلك الناس كده لكن برا عشان كده تعالوا نبضوا نصوا على حاجة يعني نصوا على مكدولند طبعا نبضوا على مركات المنظمة لدينا في السعادية مكدولند نفسه وبالتالي ده الدرام ده على مختلف صح الكلام؟ تعالى نص حتى للسندويتشات هل السندويتشات بردر بتاع السكيند والماك والمكزولد ولا الشيكين بتاع كافيس كينكاكي هل ده اذا بتاع الملتنى او هل ده حالات حالات اذا لديك فروق اذا لديك الراعي العوامل الثقافية بتاع تالي واضح يا شباب تعالى تجزئة السوق تجزئة السوق يعني تأسيم السوق هذا السؤال هو محتاج اجابة وانتو بسم الله ان شاء الله عبقرة بصراحة مش بيخليني محتاج حاجة في اجاباتك السؤال بتاعدي هل يفضل او هل من الباب ان الشركة تنتج للسوق كله ولا تنتج لتطاع واحد للسوق موضح يعني تنتج للسوق كله يعني تمتج منتج واحد يكون للدادة والستات والادفال واللي وينلي وينلي اسهل ولا انتجها لخطاعة الله واصلها لكدا على أطفال وعلى الان لساء حتى في الان لساء مش احدون كله وأخبستها البيتدر مراقب وبعدها اللي متجوزين وبعد كده اللي بطلقينه واولا كده يعمل يخش بالسيكة بالكل مهوائسين فتاعة وقال هل حصولت ايوم افضل ها جلد الاسوق ولا تعالو السوق كل واحدة واحدة ده جلد السوق ده كده من برتق لزادة حد يجي يقول لي يا دكتور قريتا بتقول كلام وفيه حاجات تانية عكسها اقول له زي ايه اقول له ده بيبسي يمعلم مش بيبسي دوت منتج للناس كلها مش رابه كريم وصغير ويني 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 اقول له الرغم الدا كلام يبدو صحيحا لده انه الوقت اللي يمعلم بدأي جزء يعني فيه عندنا بيبسي لايك وبيبسي العالي صح وفيه بيبسي حاجة مثل تباو 3 ميلي الصوت كنا واضح معلش بس عشان الصوت عالي فيه مشكلة كنا واضح الصوت احنا مش هو بس في الالفارد معلشي يعني نعرض بس يرغبوني يقصر بس فشوية استأذنكم واضح كنا الصوت طيب سوف يتكلم الوقت على فكرة انه انا لازم اقسم الواجزة السوق عشان اقدر اتعمل معاه حتى بيبسي الأوكوخولة اللي حد يقصر عليها اللي هي منتج واحد بكل بالفئات لا يمعلم ده اصبح فيها مبسي الحجم العائلي وفيه مبسي واب نبسي وفيه مبسي كنز وفيه مبسي 30 ملي وفيه 50 ملي كنز ويمسي ساعة في فتحة صغيرة وفقه وفيه ضايف وفيه أنواع من دبسي وفيه سيدنا الأب وفيه سيدنا الأب المطيف وكل كامل ماشي كامل وبالتالي أصبحت لنا المفاهيم التسويقية الحديثة أن أنا أركز على آه غايت فوري نظام ما الأكل والمسجع إجعالي وبالتالي أصبح تقسيم السوق من زبادئ أو مفاهيم التسويق الحديثة الفكرة البساطة إيه؟ الفكرة البساطة لما أقسم أنه أقسم على أساس رغبات واحتياجات كل شيئا في بعض الناس في بعض الناس تفضل اللبس الكلاثي في بعض الناس تفضل اللبس سلم اللي هو سلم اللي هو مجثم في ناس تحدي مثلا تلبس اللبس 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 يعني الـ nizäh linformat ونستحدي لنفس الخواجات يعني كل أحد شوية بد presenting المتحدث والتالي أنا بالفكرة من أصف التجزاء أو التأثير عندما أنا أحاول مقدر الإمكان أجمع مجموعة من المستهلكين يكون عزم كافي دولوهم ضرورات محددة وأنتي بدليها بولد المحددة ناخد مثال بسيط يا شاكت هاي والداري بتنفي كم دور من أرواع السلوات الكومة المشهور يعني ايه في عندنا اكسنت وفي عندنا الانترا وفي عندنا صناتة وفي عندنا زيرة وما انا ذلك اتحب اذا لا تنتج نوع واحد كذا نوع لان في فئة من المستهلكين تحب الأكسن واحد لسه هيتجاوز وظروفه صعبة ولسه بدقة الشغل ملتبه ليلة فيجيب عربية الخيصة او هو لسه بديهوس ما عندوش عينها ومشافرش كثيرا فيجيب اكسنت مشكلة يا نوع من بس ده الاكسنت بديها ثلاث فئات فئة الاستندر العادية وفيه الفئة الاولى والفئة التالية وهو اصعارها مختلفة يعني انت لو عقش لا تدرك يعني اذا عملها معك هاوي ها تستمر لو انت عملها بحباحة شوية معك هاكلك اللي هي السبورة وهكا ترحة الساعة وميلاجه وبالتالي هنا بعملها جلزاء في السوق حتى لمنتج واحد يباع لأكثر من الفئة وبالتالي شيء مهم جد لحين جلزاء السوق لانت لا تستطيع نلتشبع رغبات الداس كونها لأن رغبات الناس ليس متشابهة بصدق وعثيرا رغبات الناس قد تكون متبطة بالسعر ومتبطة بالجودة ومتبطة بالنونتا المتوصفات الحالة التانية أيهما أسهل أنت النونتج يخضر الناس كلها ولا أنت المنتجات مختلفة لفئات مختلفة بالتأخير قدت كده أنت أو صحابك أو أنت أعزبك أعزبك فلاح انت عزبوك أعزبهم أحد فيه هل يخلوكم بجيبوا نفس المتعامة سويا لهم وتجيبوا النفس الده لا الهي يجب دجاج واللح والم ولهي يجب بني والهني والشعراتي والكبسة والدأجوبة والجعوة الناس يعني وبالتالي حتى الكلام ده وضف فيه فتلاقي البحال اه معلوية صحيح فتلاقي البحال عامل واجباتك ترجي ليه؟ لأن الواجبات الناس مش متشفة بس فيه ناس راح تجيب من بقى فيه ناس مثلا يروح يجيب فهو بيعمل بقى على حجم الناس اللي بوجودة عنه فندة الفكرة اذا مزيت مهمة جدا عشان الشركة تستطيع انها تعمل مدير جد كسويه المناسب ها؟ ليه؟ الشركة تاريخ متو وضح قد حابسه على صوته والله اصدر الناس وضح تمام ليجي بقى تعريفات السوق اللي هلمين يراكزه في الحكاية اول حاج السوق هاعرفه بوجيه نظر بوجيه نظر مختلفة حلوة وجيه نظر اقتصادية وجيه نظر تسويق قولي اتنين ينسأل هون في الانتحاد ينسأل هون في الانتحاد واضح طفحة عشرة طب تعريف السوق بوجيه نظر اقتصادية عبارة عن ايه؟ المكان خطف الاتصاد صح؟ الذي يلتقي فيه الباع بالمشترك يعني كان على مكان صح؟ او يلتقي فيه العرب مع الطلب بوجيه الباع المشترك لمنتج الماء بأدف تحجيل سعره لما اجا اقول لك التعريف ده هون المكان اللي انطق فيه العرب وابطلب بمنتج الماء بأدف تحجيل سعره لتعريف التصويت بوجيه نظر اقتصادية ولا اقتماعية ولا سياسية والتصويتية هتقول ليه؟ اقتصادية فده طب ايه ما تعريفه بوجيه نظر التصويت ده ليه هم نحنة بسيبك تحجيل سعره بص ياسي من ناحية التصويت ما اجاعنا في السوق السوق لابده ان يكون هناك طرفين هناك ايه؟ طرفين قد يكون طرفين باع ومشترك طرف عال وطرف طرف بس الطرف ده ممكن يكون شخص ممكن يكون مجموع ممكن يكون شركة او شركات ثاني طرفين كل طرفين عنده الرغبة لكتبايا لشيء منها المنتج او البائع باعه بضاعة والمستهلك باعه فلوس وكل واحد المستهلك عايز البضاعة والبائع عايز فلوس كل واحد معاه شيء يمتلك هو يرفض فيه الشرقة التابت ان كل واحد يكون لديه القدرة على اتمام التعيق الصفقة او اتمام العملية واضحة واضحة لما يقول لك مجموعة افراد او الشركات او المنظبات الذين لديهم حاجات المنتجات معينة ولديهم القدرة والاستعداد والسلطة للسرعة للمنتجات ويقوم عرضها بالمحرم البائعين ويقول ايه تعريف السوق من وجهة نظر التسويقية والاقتصادية والمهلبية والاقتباعية ده السؤال كويس؟ خلاص الكلام موجودة عندنا في المذكرهم من التعريفات السابقة يتضح ان السوق يجب ان يتوفر فيه خمس شروط اول حاجة ايه اسمع ما هادش بيقول ايه ايه اول حاجة ايه طواط ويه الحاجة يعني كل واحد عند طرفين طرف ده بطرف ده عنو حاجة ورغم الدنيا يتسبت الحاجة التالية القدرة على شراء المنتج صح بيث تبين تكون شرائية اول انت باعد تقولوا على شراء المنتج لدي اشتري صيارة نعم اشتري صيارة لمس اشتري صيارة نعم اشتري صيارة لدي انت reality نعم اشتري صيارة كمان كده؟ حيث انت توفر استعداد للأسواق الاستعداد كل واحد عنده قدرة الشرية والاستعداد ويتم استعداد اربعة ياليك السلطة يعني تمضي العقل معك الفلوس وتدفع انت اتخلط الحال خلاص؟ فبالتالي ده مهم جدا في التعريف السوق الناحة وانتهم التسوقات من وجه التنظر ايه؟ التسوقات نيجي ده الانواع الاسواق هناك انا معيني من الاسواق اسواق استهلاكية واسواق صناعية او اسواق منظمات معايا؟ هايجي في كل واحد فيهم سؤال حد يقول الزال ايه هو السوق الاستهلاكي؟ بص يا معنى انا عندي مثال اول فتح علينا ويسرنا في كيان لو انت اشتريك سيارة تيوتا كامري 2019 قاصر عبالك يا رب بكل كنت اشتريك كميز؟ ولا جانجو راجون 19 حلو الكلام؟ يا رب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكمل الرجوع ده خدت الصيادة او خدت الصادية واشتغلت بها على اوبره كريمة او خدت الصادية لاستخدت الاستخدام الشخصي للبيت وليك او ليك حلو؟ لو خدت الاستخدام البيت يعني ما شاء الله البيت ليك ليه لزوجك لاخواتك لأولادك لاصحابك ليه 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 يبقى ايه سوء استهلاك ولا اخلاعي؟ ها؟ استهلاكي لكن لو استخدمت هذه طيارة ما تشتغل بها على اوبر تشتغل مع اوبر وكريم وتعني بابا شاملات خاصة يبقى سوء ايه؟ صداعي يعني السلعة ملاش علاقة ممكن تبقى ايه؟ استهلاكي او تبقى ايه؟ صداعي ورحة 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 حل يبقى ايه بقى سوء استهلاكي ايه؟ وممكن اوضع حصة لو انت يبقى تلاجة تعمدك في البيت اشتغل تلاجة التلاجة دي حطها في محل تبقى يبقى سلعة استهلاكية ونصعية يبقى سلعة استهلاكية تبقى سلعة استهلاكية تبقى سلعة استهلاكية اذا استخدمت السلعة بغرر اعادت استخدامها تاني او تحقيق ربح او اعادت تشغيلها تاني مدى في الربح تبقى سلعة تبقى سلعة استهلاك تبقى سلعة استهلاك تبقى سلعة استهلاك واضحة او مواضحة ها؟ 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 يبقى سلعة استهلاك المشتريين او الافراض اللي هبقى دايمين الحاجة والرغبة والمقدرة كل كانوا هدن الشرائية والاستعادات بغرض بغرض ايها؟ استهلاكها نهائيا وليس بغرض تحقيق اغراض اخرى لعاعة البيع او الربح يبقى سلعة استهلاكها خلاص يبقى هو البونتج الذي تشتريه بغرض الاستهلاك وليس لك اجنية باعاد اعادت بيعة المستعادة انت يجيبوا الاستخدامها تبقى الشخصية لكن يا مؤمن لو قلت المنتج تستخدمه ليس لغرض الاستهلاك وانما لواحدة من الاخرى اعادت بيعة تانى يبقى اصدعه لو استخدمت المنتج استخدامه مباشر في الصنع من تهلاك اوهه يبقى اصدعه لو استخدمته في السيارة اعادت اصدعه جلبته اعمالته اقسمته حاجات شكلته اعمالته زي شكوات اعماله اشكاله مباشره واندو سلعة اصدعية لو اعادت بيعة تانى سلعة اصدعية السؤال ايه الفرق الفرق في الربة في استخدام المنتج هل الربح والاستهلاك المنهائي لو كان الربح يبقى سلعة اصدعية لو كان من الاستهلاك يبقى النهائي بسلعة ايه استهلاكية واضحة ولا استهلاكية يبقى هجبلك سؤالين سؤال في تعريف السور الاستهلاكي اللي هو الافراد المشتريين والافراد او الاسر اللي هو الربح والمجدار الشرائية والاستهلاك والسلطة لشراء من تجاهد لغاد استهلاكها نهائية تقول ايه معلم اتفاهمت او تاني ايه اتصيق المنظم ايه اتصيق هده او اه احنا بتزلي بعكتبات دا خلاص لو انا سألتك تاني قلتلك المنتج ده الاستهلاك النهائي اذا السلع استهلاكية والاخدعية ها ها جميل استهلاكات لكن لو استخدمت السلعة تاني عشان اعاد بيعها او تغيير شكلها عشان اعادت استخدامه تاني او بهذا التحية لا تحيب السلعة انها تعتبر بتص Cham hair صداعي طبعا يختلف اسلعة الصداع للتجاج الانيدى كده مثل شرع الصداع ملات فلسلع ملات ورزوى الخلطسية لو انت جبت مثلا كراسة او كراسة دي هكذا وهناك الكراسة؟ او هل حاملت القبصلين تجهد فيها صح؟ ماذا يعني الكراسية؟ الجهة كراثة بكت فيها اذا ماذا لو انا استخدمتها بعد اتمن محاضرات متاعتي وباية فيها واعمل 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 يبقى سلعة استلاكية واستلاعية لكن لو قفت بها بقى ودهن البزج لبعها يبقى تسلعي طب لو انا استخدمتها في السن بتاعي انا باكت فيها دهن ما قالت لوس ولكن هنالوا من الهند ولكن انت بقى سبع ايه وده سواء الا وديهن الانوان الى اتتكلم فيه ما انا وهو اخر حاجة الستراتيجية تسوقية كلمة استراتيجية عن الخطة والاختراتيجية التعريب بتاعها مهمة الاتراتيجية تسوقية هي خطة تأويلة الامد وضبط الخارقة الامد فأي كلمة استراتيجية مطوئة الأمر لاستخدام الموارد بتاعة الشركة بتحقيق الأهداف التسويقية للمواردية يعني أنا هستخدم كل موارد الشركة المادية والمارية والمشارية عشان أدام حصولة السوق أو حقق أعضاها كبيرة أو أستخدم مواردية عشان أحقق أهدافها للمنظمة ماشي كلام؟ وبالتالي عشان أحط استراتيجية صحيحة نحتاج حيثي للتعريف مهم بتاع الصوجات التسويقية مهمية عشان أحط الصوجات المال لازم أعني حديثي أولا لازم أحديد الفئة أو قطاع السوق اللي ننتعليه اللي هستغل معه الحاجة الثانية أحديد المزيج التسويدي الملائم بالسوق المستهدف ثلاث؟ وهتكلم عليه بعد شكرا النسان بارك بالنسيجاتي فيه حكاية لازم أحد فيها الوقت والهدف يعني الوقت الذي أدخذ في الخطة والهدف بالخطة تمام كده؟ وبالتالي لازم أحد باع القطاعات السوقية تعمل باعها واللي فيها كان مفرد وكان مستهدف والأسعار وكلام بك دي بسميها الاستراتيجات التسويقية ويسميها الخطة التسويقية أخر عنوات كانت فيه مهندة بسرعة كده اللي هو بعد تجزئة السوق أو تأسيم السوق خلاص؟ وده مهم اللي هولك عنهم تأسيم السوق بعدها تأسيم السوق الكلي إلى القطاعات من المشترين المحتمين على أساس تسابوهم داخل كل قطاع وبالتالي أنا بنتج له ممتجات ورغبات ملأ مليم لما تعريف دول اللي يتفادها لنصر زيعة إلى عمل تقسيم السوق الكل إلى قطاعات من المشتريين له رغبات متشانة ولا مختلفة؟ متشانة؟ صح الكلام؟ دي عن هد المتالي لو خلاص بسا أنا عندي في الناس المسجدين معي المجدد حوالي 2000 وشتاة لو جينا ودسا عندناهم الناماء إنتوا تحب ساكلون فمثلا 500 قيلوا بالحب الدجاج و1000 قيلوا بالحب اللحم الفيس وماهي ده كويس؟ فبالتالي أنا كمطعم هعمل منتج ولا منتجين؟ صح؟ منتجين؟ حتى لو لم أدوش هعمل منتجين يعني عند الوصل الشيء بتاع المنطق اللحم اللحمس هاخد مجموعة واحدة منها فمثلا تقوم بيحبوا الكيس وأنهم عشدون واندى أن تجنون المنتج وكماهي يحبون إذن تعريف كذلك تعريف كذلك تعريف كذلك تعريف كذلك تعريف كذلك تعريف كذلك تعريف وإذاستبت كذلك تعريف مثلنا نجد إن كلها تحكوم منتجين تبرد متجنون اللي هو تستدى ذي المتراتيجية دي معادة تعريف ده هيجي سؤال في الامتحان فيه السؤال ده لو انت باقي بالطيار شادتك ربنا كلامك وعارك في درجة الاولى في درجة الاولى اثناء لإعلانات مختلفة على الموجودة في الإعلانات الموجودة في الفئة يعاني في الناس الغلاب اللي هو السيحي خلاص؟ أنا بصلا جاي بعمل إعلانات على ايه؟ نمبرجين وانا بعمل بصلا لعانة ساعات ثولة وانا بعمل بصلا لعانة جورس مجوهرات غالية فاعمل اعلانات ايه باصل لعانة؟ الناس اللي اعطى اخذ درجة لكثالية والسياحية اتباع درجة الاعمال وانا فيكو حد ربنا كده اعطى درجة الاعمال بالغلط وانا بالصح يعني اعطى 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 في العجل طب ايه فائد منها قسم السوق؟ قسم السوق بعدها اعطى احط البرنامج التسويق المناسب لكل فئة احط البرنامج التسويق المناسب لكل فئة يعني المنتج والسعر والتوزيع عندي رؤية الاستراتيجية ودي هاختتم بيهم الكلام بالنهاردة استراتيجية السوق الكل او غير المتمائز او ترحيد السوق وهيجي فاس وقال اسمها ايه؟ السوق كل اعطى طب اعطى اكتنا يا احنا نهاردة يعني احنا نهاردة ان احنا نحن نفكين عن استراتيجية العمل اي سؤال شباب؟ اي سؤال اي سؤال اي استفسار شكوا ان شاء الله من اربع ريز لله نكمل الصغر بتاعنا ان شاء الله طبعا معكم مذكرة وفتحاج الاسنة فيها ويبقى عارف نظام بتاعنا ويبقى اي اسنة طبعا معكم ماذا اعطا معكم ماذا سارو ؟ اشتركوا في القناة